شو صار اليوم من 8 الصبح ل 8 المساء بلش حزب الله نهاره باستهداف تال قبيب بصاروخ باليستي قادر واحد لأول مرة بتاريخه أعلن أنه استهدف مكر الموساد مسؤول عن الاختيالات وتفجير أجهزة الاتصالات بالمقابل كمان لأول مرة وصلت الغارات الإسرائيلية على كسروان تحديدا بلدة المعايسرة كسفنا 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 هدد الجيش الإسرائيلي الناس حين من الجنوب بأنهم ما يرجعوا عبيوتهم لأن العدوان مطول واستكمل موجات الغارات المكثفة مثل أول يومين على البقع والجنوب وتحديدا النبطية تبلش نمط جديد من الترهيم تصل الجيش الإسرائيلي بمركز الدفاع المدني بصور وطلب إخلاقه من دون ما نعرف إذا عن جد في توجه لاستهدافه أو لا الساعة 4 ونص أعلن حزب الله أنه وحدة الدفاع الجوي تصدت لتيارتين حربيتين فوق حولة وماس الجبل وجبرتهم أنه يطلعوا برى الجو اللبناني من الفجر وللساعة 5 كان مستشهد 51 شخص وانصاب 223 وحصيلة الأيام لتلاتة تخطت لـ 600 شهيد وزارة التربية أجلت رجعة المدارس لـ 14 تشرين الأول بالسياسة في نيويورك التقى ميقاتي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والرئيس الفرنسي إيمونيال ماكرون ليبحثوا وقف العدوان بر يكشف أنه عم يحضر مقترح مع أطراف دولية لواقف العدوان من دوم ما يفصل حزب الله بين جبهة لبنان وجبهة غزة وموقع أكسيوس كشف أنه بآخر يومين كانت أمريكا عم تنسق مع فرنسا وإسرائيل ولبنان ودول عربية تانية تيلاقوا حل ديبلوماسي للحرب رغم المساعد الديبلوماسية رئيس الأركان الإسرائيلي وقائد لشمال بالجيش هددوا بعملية برية وحشدوا لواء احتياط عجبها اللبنانية وهلأ عم يجتمع المجلس الوزاري المصغر ليبحث بموضوع المناورات البرية بلبنان